واليوم إن شاء الله حديثنا سيكون على معدن لا نقول أهم المعادن لأن كل معادن هي سواء وهي سواسية من حيث الاشتغال الفيزيولوجي والاستغال البيولوجي هو معدن الحديد فمعدن الحديد فيه العديد من المغالطات نتمنى إن شاء الله نتوفق وأن ننصحها اليوم إن شاء الله لأن هذه المغالطات تؤدي للعديد من الأمور التي لا تحمد عقبها وخير دليل هو أننا العديد من النصائح تقال في اتجاه الحديد فقر الدم سوف يتزاد الأمور وهذه المسائلة كاملة وسوف نهضر على هذا المصطلح لفقر الدم واليوم نحاول نكونوا دقيقين أكثر نحاول ندقوا أكثر لأن اليوم نهضر على معدن الحديد وفقر الدم ليس هو فقط معدن الحديد وهذه أول مغالطة لأنصحها قبل ذلك لابد أننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطى للنبات دم دم أخضر علش خضر؟ لأنه وسط منه الماغنيزيوم قدرنا على الماغنيزيوم والحلقة دي الماغنيزيوم إحنا أعطنا لله سبحانه وتعالى دم أحمر علش حمر؟ تقريباً لون دي الصدق اللون دي الصدق كنت شوف أنتها واحد حديدة يعني مصدية قاسها الأكسيجين وقاسها الماء يعني هادك اللون هادك كذلك اللون دي اللي اللون أحمر علش لأن اللون الدم الدم حنا لما كنقوله فقر الدم غادي نجيه إن شاء الله لما كنقوله فقر الدم هذا مصطلح يجيب إعادة النظر به لأن الدم را ما كي تكونش غير من الكورية الحمراء هذه قصة نعرفوها الدم رأيك لا يوجد كرية الحمراء يقولون فقر الدم من شنو وش من عنصر فقر الدم وش الكرية الحمراء وش الكرية البيضاء وش الصفائح الناس اللي عندهم مشكلة تخترتها هو فقر الدم فقر الدم من واحد عامل ديال تختر وبالتالي العنصر الدقيق هو فقر الهيموغلوبين وقد نشوفوا شنا يهد الهيموغلوبين معدن الحديد معدن الحديد الله سبحانه وتعالى أعطاهنا وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس بأس شديد ومنافع للناس يعني هذا الحديد هذا غد نشوفه الحلقة ديالنا اليوم كل لك الدور لا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس يعني فيه منافع ولكن خ сидنا نعرفو انتعاملوا معاه باش ما نوصلوش لأنه يذرنا حتى أنه بوحضرة لا يساوي شيئا وهذا شي قلناها في معدن النحاس لما هضرنا على القصة دياله القرنين القصة دياله القرنين دياله القرنين من بنى السد ما بنهاش بالحديد لو كان شي صلابة قصوى هي ديال الحديد ما كاش يزيد عليها القطر ما كاش يزيد عليها النحاس وبالتالي الجسم ديالنا كذلك القوة ديالهم بنية على هذا الأساس هذا على أساس القوة ديالكنتا الدم ديالكنتا هو تناسق المعادن وليس نقص الحديد وفقرة الدم ودى الأمور المسهدية هذا خارج الجسم خارج الجسم الحديد المسألة ديال العاداس والكابيت والليزيب بناء فهذه مسائل تجارية لا أقل ولا أكثر فالحديد اللي يخصى نعرفه والمعلومات اللي يخصى نعرفه عليه هي هذه المعلومات اللي غنعطيه إحنا بش هكا تكون عندك واحد لباقاج الحديد هو أولا معدن مؤكسد وتفاعلي غيكتف بزاف نمي كتلق أنت واحد الحديد عندك مثلا في الدار ولا عندك ديما يطل الحديد بواحد مادة كيصبغه ديما الحديد الحديد خصك تصبغه علش خصك تصبغه إلا ما سبغتيش يتأكسد وبالتالي من هنا سنطلق الله سبحانه وتقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصيرون أفلا تبصيرون اللون ديال الصدق ديال الحديد هو لون يوحي بلون الدم أن الحديد كيتصدى خارج الجسم كذلك كيتصدى داخل الجسم الأوكسيداسيون والتفاعل وبالتالي هاد إلا بغينا نقوله دبل فاس اللي عند الحديد الوجه الأول وجه المنفعة الوجه الثاني اللي ما عرف لاش نتعاملوا معه كين المغالطة أنا غنقولها وغيفهموا هالنس كيوليدك الساعة ضدنا ماشي معنا لذلك الله سبحانه وتعالى حطلوا ضوابط صارمة في الجسم ضوابط صارمة جدا علاش الله سبحانه وتعالى سبحان الله حطلوا في الجسم الحديد لأن الحديد لبر حر ما كينش هدي عقلوع لها وإحنا البشرية بالفهم المحدود ديالنا بغينا نحره الحديد بغينا نحره تنتحره من الأفكار اللي هيا فالحديد مخصوش يكون حر لانما كان قولوا لفغ إيمينيك لفغ نو إيمينيك لأخص الفيتامين سهل لحديد ديالنا لحديد ديال النبات ماشي ما كيتمتصش هذا رهه كنترول هذا رهه دوابط حطى الله سبحانه وتعالى في الجسم ديالنا سنكونوا عارفينه هادي سنكونوا عارفينه الحديد مخلاش الله سبحانه وتعالى حر الحديد ما عندوش حرية سنون كاريتا يعني تفاعلي مؤكسيد بوحد طريقة كيتصدف الجسم ديالنا كذلك يفرز ما تسمى بلغا ديكوليبغ أو للجذور الحرة أو للشوارد الحرة إذن هادا الضوابط الفيزيولوجيا شنا هي حسبوها معايا باشتعرفوا الحديد شنا هو الضوابط لحد الله سبحانه وتعالى أعطاه بروتين هو اللي كيخليه تمتص أعطاه بروتين هو اللي كيستوكيه الناس كلهم كيعرفو الفيغيتين كيبشي دير التحديله كيقوله دير الفيغيتين مختص كيقوله دير الفيغيتين شنا هي الفيغيتين الفيغيتين هي بروتين تراقبو تخزين الحديد هذا الدور ديالا ما عنده تشي دور علاش لاحظوا معايا باش كيبقى الحديد مقيد ما كيبقاش ليبر كيبقاش حر إحنا اللي بغينا نحره في البيولوجيا وفيزيوليا بغينا نحره الحديد لا ما خصوش يبقى ليبر بحالوا بحال الكالسيوم الكالسيوم عنده معدين شادو ده غارد كوغ ديالو اسميته الفيتامين كدو وعنده معدين السيليسيوم هو اللي كي يدير شامانيتيك يقول له آجي العظم ديما مراقب حيث الكالسيوم إلا دلعو إلا ما هدي غاي يمشي لك الكلاوي يمشي لك الهادي وبالتالي الحديد ليس بحر إحنا اللي بغينا نعطيه موكمل للحديد شوف عين ناس لما كتاخد موكمل للحديد شرف الله قدركم الخروج ديالك كي يقول لي لون أسود وكي يقول لي عندك كونستيباسيوم دونك الحديد ماشي حر في الجسم شنه هي الضوابط أول ضوابط قلنا معدين معفوان بروتين مراقب غيل امتصاص الحديد ما عنده التخدمة هذيك الخدمة الأساسية دياله عندنا بروتين مراقب ستوكاج هو الفاغيتين اللي كيعرفو الناس كاملي الفاغيتين كذلك عندنا التخانسفاغين شنه يا التخانسفاغين بروتين كيدير غير الترانسپور ديال الحديد أسي ديانا ما عنده تخدمة غادين لعقبك نتايا غادين هزكت بفما بغيتين تديك علاش لأن احنا عارفينك انترك طوكسيك انت حديد الله سبحانه وتقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه فسوه صافي بروتين كيراقبه في المتصاص بروتين كيراقبه في التخزين بروتين كيراقبه في التخزين سميتو التخزين تخزين سميتو الفاغيتين زائد لأفورم ديالو حتى الله سبحانه وتعالا ماشي دغير يمتصصها الجسم ماشي بحالكالسيوم كالسيوم كالقاسي A2+, صافي خصوه عمي تشوه شلحاق المغناطيسي لإحديد الله سبحانه وتعالا اعطانا لأفورم فير و لأفورم فيرique لأفورم فير FE2+, لأفورم فير FE3+, هادي الناس الاخوان ديال الشيمي ديال الكيمياء كيعرفوا هده المسألة هدية علاش مش مايبقهاش لبر شوش حال من القيود كتر من هكا دبال لما كتمشي الوسط العلمي كتلقى بلي الحديد ديال الحم الحديد ديال المصادر الحيوانية حديد دو قيمة هكا كي تكتب دو هوت فالور بيولوجيك لانا سكنا برحنا لفاغ امينيك الحديد الهيمي علاش حيث لبر دغيال جسم كيمتصو وهذا رفي خطورة يعني الحديد مخصوش يكون لبر بها تاريقة هدي والحديد ديال النبات كيتسمى لفاغ نان امينيك شو سبحالله الحديد ديال النبات امتصاص دياله قليل علاش امتصاص دياله قليل بارسكو إليه مخصوش إليه تاكسيك شنو حط في الله سبحانه النبات حطوا واحد الفيتامين هو اللي كي يراقب الحديد ديال النبات شنو اسميتو الفيتامين ماشي لسيت اسكوغ بك باش نضبطو علمياً بعدها رجعو لها تشي مهدرونك الفيتامين سي الفيتامين سي ماشي هو لسيت اسكوغ بك خل دونك الفيتامين سي يراقب الحديد اللي كين في النبات كيتسمى لفاغ نان امينيك كتر من هك شي هاتشي كامن وميك يدخل لحديد الجسم بزاف الناس غايبة عليهم وحد الفكرة بحالة السكر الجليكوز مراقب في الجسم من طرف الانسولين الناس اللي عندهم سكري كي يقول للانسولين فيه مشكل دك شيش السكر كي يطلع لانا الانسولين هو اللي كي يراقبه الانسولين شنو هورمون يراقب السكر علش السكر لانا السكر عود كتفاعلي كي يعطينا الجليكاسيون كي يعطينا الحلماء كي يعطينا مشكل كثيرة وبالتاريخ سمو راقبة اللي احنا نحرره سيبقى دي محر مشي هدي وناخد هدي والحلوة وكل هدي وزيد المحلية وهذه المسائل وهذه الشي كامل الحديد الله سبحانه وتعالى كما ان الانسولين هورمون تراقب الجليكوز هاتشي كامل اللي هدرنا عليه يوم بلوس الله سبحانه وتعالى عارفه طوكسيك وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس حطوا واحد الهورمون كيراقب غير الحديد في الخالية اسمته الهيبسيدين دابا الناس بزيب الناس ما غيكونوش عارفين هاد الهورمون هادا يا علش كنقول هاد شي باش ما ينجيو نهضروا على فقر الدام راغا نخرجو تلتميات هل تلتميات وخمسي سباب دي الفقر الدام واش انتع عندك هاد البروتين ديالستوكاج ولا عندك البروتين ديالترانسبور ولا عندك الجسم مشكي يحول الفاغ فاغك للفاغ فاغه واش عندك هاد هاد الحناصر هدي وما نبقاوش نقول لا خدعي الحديد ديال المصادر الحيوانية لانا الحديد ديال المصادر الحيوانية عاو تنيرها جاي مع الميوغلوبين والهيموغلوبين يقدار يسبب لك مشكلة وزيد 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 لانا احنا اكتري الانسان كي يكل النبات احنا في الطبيعة ديال الجهاز الهضمي ديالنا الله سبحانه وتعالى اعطنا الانياب قليلة هذا يعكس ان اللحوم يحتاجك تاكلها واحد كمية معقولة اذا عدنا احنا التركيز على النبات خال مش ما ناكلوش اللحوم والمصادر الحيوانية ناكلوها ولكن الى شفتي الاسنان ديال كل اسنان ديال المخلوقات اللاحمة عدتلقى الانياب عندهم بززاف احنا اللحنة ايه واحد شوية معنات انك رغت تاخد يعني تركز على الفواكه والخضر هذا ما هذا الفواكه والخضر النبات فيه الحديد مدم غدي ناخدهم احنا بواحد نسبة مرتفعة مقارنة من المصادر الحيوانية وهي فيها الحديد الله سبحانه وتعالى حط فيها واحد ضوابط صارمة حط فيها الحديد اللي هو نون ايمينيك نون ايمينيك وهذه مسألة أساسية هاد الهيبسيدين هادية هورمون يفريزه الكابيد هو اللي كيراقبلك الحديد لما تيصاص زيد هادي نقص هادي والأمر واحد الكون دخل لا يتصور كان عرفوا الهورمون وكان عرفوا السمعة ديال الهورمون ما شاء الله لا يعني اي هورمون في الجسم واحد الكفاءة عالية كين الناس اللي عندهم فقر الدم من الحديد لأن الكابيد ديالهم هاد الهيبسيدين لا تفرز الناس اللي عندهم لا ستياتوس إيباتيك الناس اللي عندهم مشاكل في الكابيد وبالتالي هدو أسباب من الأسباب ويبtez أن فقرة دم من الحديد لاحظيني geared في فقرة دم من الحديد لا نقول فقرة دم، لأنه لدينا فقرة دم من لحاس وفي فقرة دم من سعود، لدينا عاديتا نأتي إلى فقرة دم من فيتاميز لأن الدم تكون جيداً فيك غير الكريات الحمراء رفحتها والكريات الحرب بالمناسبة 他們 تي mets em dub alway ح Ash everyone هذا الفناس لدينا مخصوص عزقاد الدم الحمراء ليس خلايا ينا الخلية عندها نوات كنقوله كريات الدم الحمراء كنقوله ش خلايا الدم الحمراء ينا الخلية بالتعريف يكون عندها نوات كنقوله كريات الدم الحمراء إذن إحنا علش تم ربط الحديد بفقر الدم لسبب بسيط ولسبب لهو غير منطقي تماما فقر الدم الحديد علش لأن ما فرقناش بين المكون والتكوين المكون الأساسي ديالليمقلوبين هو الحديد نعم ولكن التكوين ديال الدم ليس غير الحديد الحديد آخر حاجة ليس حيث وسط ليمقلوبين لأنه ليمقلوبين باش عارفوا الناس الدم عندنا كي تكون بزاك المكونة الكريات الحمراء الكريات البيضاء الصفائح الكريات الحمراء طاكسية ديالوكسيجين الصفائح كتسدنا الجريحات والكريات الدم البيضاء هما المناعة ديالنا كريات الدم الحمراء علش هي حمراء؟ لأنه وسط منها ليمو غلوبين شنه هي ايمو غلوبين؟ لام الحديد غلوبين بروتين مع الحديد نحن باقين فيها الحديد مخصوش يكون ليبر هذا كلام اللون ديالو أحمر يتكون من الحديد علش الحديد لأن الحديد هذا خلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عرف بللي الحديد يعني كيهز لأكسيجين كيعشق لأكسيجين وبالتالي حطونا في الدم ديالنا علش هاد لاموغلوبين هي اللي كيهز لأكسيجين اللي كندخلو لأكسيجين هاد لأكسيجين كيهز لاموغلوبين تدير الخالية صافية هذا الدور ديال لأقل ولا أكتر وبالتالي ستبقى في هاد الدوابط هاد فالله سبحانه وتعالى هاد هاد من خلال المراقبة من خلال أشياء أخرى شو سبحان الله لاحظوا أن الحديد محتوط عليه وحد الرقابة فيزيولوجية لا تتصور لزانتروسيت لزانتروسيت هما الخالية ديال أمعاء عندهم تعليمات صارمة أنهم يتعاملوا مع الحديد بطريقة ليس صارمة لزيرترو الإيرتروبلاست هاد الإيرتروبلاست هما لسللسوش الخالية الجدعية بخيرسور ديال الكوريات الحمراء لما خوفاج هما الخالية اللي ما يسالي الدم لأن الخالية الكوريات الدم الحمراء العمر دياله في الجسم 120 يوم لمقلوبين كتسالي 120 يوم 120 يوم بسالات شنو كيدير الجسم تحاجة غيال نسباخ في الجسم يعني الآلة المتطورة في العالم دابة نسبة الضياع فيها ما قدروش يهبطو قل من 14% يعني أي آلة في الكون يعني الآلة المتطورة ما قدروش يهبطو قل من 14% الجسم ديالنا يعني 14% ديال ضياع إما هنا الجسم ديالنا لا يوضيع شيئا الكوريات الحمراء كيتنجو على مستوى النخاع العظمي المويل الأوسيز وكيبقوا يعيشوا ويقوموا وكيتعلموا كييعلمهم مدرسة الكوريات الحمراء بحل كوريات الدم البيضاء كيتعلموا عندهم مدرسة كوريات الدم البيضاء كوريات الدم البيضاء يجبكم تعرفوا بل عندها مدرج كتقرى فيها كيف الخليات وكيف الخليات ماشية لك تفعل المناعة كوريات الدم البيضاء كوريات الدم الحمراء كذلك تقرى كيف تخرج تتساغل كيف تخدم 120 يوم كيف يجي الجسم يحيي الام و البروتين اللي هو الغلوبين الليموغلوبين فين هاتش يقوم به هو الطحال إذا شنو الدور ديال الطحال ما عنده التدور إلا دور أساسي هو أنه يعيد الروسيكلاج ديال الحديد مع الغلوبين وكيف يخرج الحديد يرضى الجسم ويشد البروتين يعود الجسم يشتغل به هذه مراقبة صارمة الخلايا المعاوية الخلايا ديال الكابد احنا جهدرنا الماكروفاج في هذه المسألة كينا الزيباتوسيت هو ستوكاش ديال الحديد الخلايا ديال الكابد كتراقب الحديد أنه مستوكي الخلايا ديال الطحال كتفرق ليموغلوبين وبالتالي كينا مراقبة صارمة هاد الحديد هذا علاش لأنه مؤكسد قوي ونجيو احنا ونمقا ونقول الحديد ديال النبات نائمينيك خسنا ناخدو الحديد ديال الحيواني ونزيدو على شكل مكملة بعض المرة ولو الناس يمشي وياخدوه الراسهم بلا تشي أغدونس بلا تشي يعني وصفة طبية شنو الدور ديال الحديد ما غديش نقول كترا من أنه فيتال شنو معنات فيتال نقل لك لك لكل الخلايا لاش ما يكون عندك فقرة دم من الحديد ما تلقاش وجهك بال صفر علش صفر لأن الدم ما بقاش في الجسم ديالنا فهو عبارة عن عنصر أساسي للحياة نقطة أخيرة وهذه مسألة ضرورية الناس يعرفوها كل المخلوقات لميكرو أورغانيزم كان قصد الخمائر وكان قصد البكتريات تعشق الحديد إذا تيلا كنتي كتاخد الحديد على هواك مكمل شرب الحديد واخد الحديد كتنمو الكانديد البكتور وكتنمو خمائر فما نبقاش نعطيه هذا الحديد على هواك والناس ما يبقاش عوداني يمشي وغاشد اللي ما لا يقام يدير نقول الحديد ناقص مع العلم أن النحاز الفيتامين بيت سعود الفيتامين بيت ناش كمشي هذا الوطوميدكاسي عفاكم رشيء خطير جدا كيقوم به الناس هاد المسألة خذكم تردو لها البل لا في حريق الرأس ولا في بعض الأمر ولا ده بل إنسان كيمشي لا فارماسي ولا وكياخد دكشي اللي بغا بعد المرة بدون أي وصفة طيب يا هاد المسألة اللي هي مسألة أساسية فيما يخص واحد النقطة أن تحرير الحديد هو عنده ضوابط تكون مثال بسيئة الدقيق طحين طحين فيه الحديد بعض الناس في بعض الدوال في بعض استراتيجيات لا تزيدو الحديد في الدقيق هالحديد زدته في الدقيق أولا زدته الحديد ليبر تاني حاجة هو أصلا الدقيق فيه الحديد لا ما تحتاج تزيدو ولكن الحديد لا يتحرر علاش لأنه باش نحر الحديد وكذلك المعادن اللي فيها دو بلوسك تسمو بيفالو خاصك حمد الفيتك تحر لأن حمد الفيتك واللي شد الحديد وشد المعادن هذا حمد الفيتك لا يحرر إلا بأنزيم يسمى الفيتاز والفيتاز لا يشتغل إلا لما كتكون بأش ديال الخبز قل من ربعة يعني بالخميرة البلدية يعني ما عمرك أنت تحرر المعادن إلى ما كانش عندك الخميرة البلدية في الخبز بالإضافة إلى أن بعض الناس يكون عندهم فقرة دم علاش يأخذ البيض وحد centimeter يوجد في här في رأس لوفالبيومين ولوفالبيومين يعني يجب sponsorship لünü بالمناسبة من يقول البيض يقول Mayonnaise النز يقول الأVidina وحتى الوفالبيومين اللوفالبيومين يوجد في البيض تمنع امتصاص ذلك الحديد اللي عندك في الوجبة كامل ما يكبشي انتاك تصاوب المايوناس هذا المسألة الكالسيوم كذلك يمنع امتصاص الحديد ذلك شاشة تلقاه الحليب ما فيش الحديد بس كان يقولوا الحليب غداء كامل الحليب غداء كامل المقصود هو حليب الأم وحليب الأم ورا ما فيش الحديد لماذا؟ لأنك يكون للمخزون الدريك يكون كي يستفد من المخزون ما كيش حاجة سميتاء غداء كامل كين توازن الغدائي دون كينين دي كيلاتور ديال لفاغ الأبزالات الفيطات الاتانا هاد الأمور هاد يكامل عافكم داخلا في نطاق المعاملة الصارمة اللي كيتعامل مع هالجسم مع الحديد لأنه عارفه أنه سام وأنه مخصوش يبقى محرفي كين الحديد كين في كل ما خلق الله غير يقول عدنا التوازن الغدائي اللي كان هدرو عليه دائما وهذا التوازن الغدائي نحقق به كل حاجة خد الكابيد من أجل أنك تاخد الحديد خذكم تعارفوا بأنه ميكا تاخد الكابيد ميكا تاخد الكابيد في هالفيتامين أ بنسبة عالية وفيتامين أ اللي توكسيك انت إنسان عادي فما بلوك المرأة الحامل المرأة الحامل قدر يسبب لها فوسكوش سيوخ بلاس سيوخ بلاس فهد شي على شعافكم الحديد يوجد في كل ما خلق الله أما الزيبناخ والإعداس بالمناسبة الزيبناخ اللي كي يبيع لكم تسع دو تسعين في الميادة الزيبناخ واحد النبتة رأى كنت تعطي تانية تفصيل فهد المسألة هدي قريبا من الزيبناخ رأى ماشي الزيبناخ الحقيقين تسع دو تسعين في الميادة من الزيبناخ اللي كاتشريها وبالتالي إحنا عدنا البقولة دابة وعدنا الرجلة في الصيف ما محتاجين إحنا هاد الأمور هاد المسائل هادية كاملة ربما السمية كتجي فيها رونق مقارنة بالبقولة كتجي شوية هدي الرجلة والبقولة هادو أشياء جميلة جدا فيها يعني الحديد الحديد يوجد في كل ما خلق الله غير هو ما نبقاوش نعرفو ناكله نعرفو منين ناكله نعرفو منين جيبو الماكلة نعرفو كيفاش ناكله نعرفو فوقاش ناكله ونعرفو اعلاش كناكله ماتا واينا وكيفا وهاد الأمور ومادا لما كتجاوب على مادا ناكل وكيف ناكل وماتا ناكل واينا ناكل هنا كتكون عندك خديتي جميع هنا أنا حاولت نعطيه واحد فكرة أنا ما هدرتش على فقر الدم فقر الدم رديجة هدرت عليه أنا هدرت اليوم على عنصر الحديد لأن الحديد ما كيعنيش فقط فقر الدم حيث أنا قلت المشكلة أنه هو المكوين ديال الدم وهنا وقع المشكل وقلت أنا يجب التفريق بين المكوين والتكوين المكوين نعام الحديد ولكن التكوين أستسمح البيت ناشو والبيت السعود والفيتامين سين والنحاس وعاد الحديد وبالتالي باش نصحوا الفكرة ونصحوا الأساطير لما نصحنا بلين عليهم وما حلناش المشكلة هو أننا يجب أننا نفرق بين المكوين والتكوين مكوين نعام الحديد لي مقلبين في هالهيم اقاوم بنعم ولكن هذا لا يعني أن فقر الدم يساوي الحديد أو الحديد هو فقر الدم كيف أن أنواع ذلك؟ فقر الدم من الحديد وكيف فقر الدم من النحاس وكيف فقر الدم من الفيتامين بات ناشو والكوبالامين وكيف فقر الدم من السيد فليةarlات المم 누가 سيد فوليكو أو البيت السعود مرحلة